اشتركوا في القناة اذا كنت أحب أن نذكركم أن هذا النموذج لا يوجد تصحيح نجد فرصة ان شاء الله لكي تعتمدوا على رئيسكم وتجاوبوا وبالتوفيق للجميع ان شاء الله اذا الفرد هو هذا كما تشاهدون يبدأ بواحد النص النص ديال الشكل والفهم وهذا النص هذا عنده اسئلة اذا بعد قراءة النص جيدا يعني واحد وجود المرات والثلاثة كنمروا الاسئلة ديالنا اسئلة ديال الفهم كما تلاحظون الاسئلة الأولى ديال الشرح اشرحوا دسة وقربة وما جمع كلمتين القرية والمدينة ثم اسئلة ديال الفهم ثانيا كنت تراكي اعربوا ما تحتوي خط في النص يعني سنشوف الكلمة اللي عندنا بحثا ربحا قليلا وكان نرجع عن النص وكان نشوف الموقع ديالها ذات صباح قرر قاسم ان يغادل القرية بحثا يعني لماذا غادر القرية لأجل البحث اذا هذا مفعول لأجله ثم عن عمل اكثر ربحا اذا هنا غادر نرجع ديال من النص باش شوفوا الموقع تاهم ونعرفوا الاعراب ديالهم استخرج الجملة المناسبة للترسيمة التالية فعل فاعل مفعول بحال يعني هادي نشوف واحد الجملة اللي غاد يكون فيها الحال في النص وهي اللي غاد ندير هنا تدرك بجملتين يكون المستثنى في الاولى واجب النص ويكون الحال في الثانية جملة اسمية يعني جملة الاولى فيها المستثنى والجملة الثانية يكون فيها الحال جملة اسمية رابعا نصل بخط بين كل كلمة وضعهات تركيبية ديالها ياتي لميدو ابديع مثل فناني واشمونا دولة حال التمييز رابعين هنا عدناليا يدخل متعلمون الى المشغل فريحين يعني جملة سهلة وبسيطة ثانيا نصرف التحويل استخرج من النص اسم الالة واسم التفضيل اسم الالة رهبين واسم التفضيلته ورهبين يتبق باسم الزمان او المكان من وعدة ولعبة حول الى الجمع بنوعهم ما يلي قضى ايامها ومتجولا نحولها هنا الجمع المذكر السالم وهنا الى الجمع المؤنت رابعا اكمل ملء الجدول مع الشكل التام عندنا الفعل واسم الفاعل واسم المفعول اذا كما تلاحظون هذا الفرط هدفه هو سهل وبسيط جدا يعني مزيد تدربوا عليه اكتبوا العدد بالحروف مع الشكل التام اثنى عشرة اثنين وسبعين وواحد وعشرون ايتي بمصدر على وزن كل من الاوزان التالية عندنا ندربوا مصدر على وزن مفاعلتون ومصدر على وزن فعالتون فعلتون الى غير ذلك الاملاء حول الفعلين الى الصيغة الماضية مع ذكر السبب اذا عندنا الافعال حولهم الماضي يخلوا ويسقي نقولوا السبب علاش هنا اكتب جمع الكلمات الاتية رأس فقر شاطئ مسألتون احد الكلمات صحيحة الكلمات المكتوبة بطريقة صحيحة اذا نكتبوها ندروا عليها دائرة الكلمات الصحيحة اكتب في المضارع الافعال التالية يعني هذه الافعال قد نكتبوها في المضارع خامسة الانشاء اكتب حوارا ضار بين الارض القاحلة والسماء الرحيمة تستعطفها لتجود عليها بامطار الخير وذلك في موضوع لا يتجاوز عشرة اسطر يعني اكتب واحد الموضوع نحترم عناصر الحوار يعني النقطتين والعارضات والمتحاوران وعلامات الترقيم الى غير ذلك باش يكون الموضوع الجالي وهذا الموضوع اللي هو متكامل نشوفو النموذج التاني هو دي الاستاذ عبدالدي بريمو نموذج ايضا فيه نص فيه اسئلة كما كتشوفوه حتى هو مزيان تدربو عليه مزيان الى غير ذلك ايضا النموذج دي التراكيب املأ الجدول بما يناسب الصرف والتحويل ايضا نشاط تاني اسم التفضيل نشاط تاني ضع اسم الزمن واسم المكان من هاد الافعال رابعا اتمم ملء الجدول بما يناسب مزيان نموذج الثالث مراقبة مستمرة هو هذا النموذج اذا عدنا يتوى فيها النص وعدنا فيه اسئلة مرافقة النص يعني مزيان تدربو عليهم دي ما كنلقوا الشرح من النص او الدد غالبا ولا خطط الكلمة ولا عائلة الكلمة ثم اسئلة الفهم تتعلق بالنص يعني من ضيعوش هاد الاسئلة هادو فهما بسيطة جدا ثم كندوزو الظواهر اللغوية اذا عدنا هنا ثلاثة النماذج كما شاهدوهم نحاولون تدربو عليهم وبالتوفيق للجميع ان شاء الله شكرا